اشتركوا في القناة بعد ما فقت منعاس كيفما العادة صبحت عليكم من الصباح دوس مباشرة فتحت النوافذ باش يدخل ديك الهواء دي الله سبحانه وتعالى لي كيكون في الصبح يا سلام ما كينش ما يحصل منه ودائما نصحكم بهذه القضية الهواء دي الله سبحانه وتعالى دي الصبح كيكون رائع جدا وخلينا نكسبو ديك الطاقة الإيجابية من الصبح من بعد ما فقت ندوس مباشرة باش نضربه واحد تدويشها راكم عارفوا الواحد كيف يبغي يبدل الروتين انه يحس بواحد الراحة وما كيش ما حسن من الاهتمام بالنفس الواحد قصو يهتم بنفسه يهتم براسه باش يحس بديك الراحة نفسية ودبا ما كينين في الدار ما كين ما يدار الواحد يهتم براسه ويهتاني بالبيت ديالو ما كين ما يدار ما كين ما يدار فبالنسبة للدوش البنات الاخوات اللي باقيين جدا في القناة ديالي غادي نشارك معاكم الروتين ديال دوش عندي روتين ساهل ماهل بالنسبة للجلد الذي نستعمل هو اللوكس كذلك الشامبوان الذي يخرجه للطبيب والطبيبات بالنسبة للمسنط وعيون للوجه نستعمل هذه النيفيا وكل قاية هذا الشيء الذي نصبح عليه صراحة في الصباح والدوتشاء الصافي يعني في الصباح ما نستعمل شي شي بخدويات لجداد والشي حاجة الكثيرة الروتين عادي بسيط جدا كيف ما العادة وكيف ما دائما الروتين ديالي معروف قبل ما نبدأ الفطور ديال الصباح كندوس كننظم وكنرتب وكننظف غرفة النوم غرفة النومة البنات نصيحة مني لكم هو أنكم جمعوها هي اللولة قبل ما تعملوا أي حاجة منها كتكسبو ديك العادة الإيجابية يعني كتحسوا براتكم حال جمعتوا الدار كاملة من بين أكفس الأشياء ولا أقبح الأشياء كما كان قولوا حنايا هي أنك تخرجي تجمعي الدار وتخلي بيتناعس مروون ونراه في حالي لما جمعت تشي حاجة في حالي ما عملت تحاجة تحاجة يعني البيتناعس هو اللول خصوية الجمع على المشي جمعي الدار أما باش جمعي الدار ودخلي بيتناعس قولي لا بيتناعس ما شافوا حضر واحد تقاسي لبي صراحة وليوم إن شاء الله غادي نبدأ اللوك اللي بيتناعس عبتاني راكم عارفي الأفريشة ديالسارير صراحة أنا كان بدلها كل ثلاثة يام كل واحد عنده حرية شخصية اللي غادي يدخلي على المتقدني وليقول لي آه بزاف لك حرية شخصية كل واحد حور في حياته بالنسبة لي أنا كان بدلها كل ثلاثة يام يعني كل واحد وكيفاش اليوم إن شاء الله غادي نبدل نبدلها أصفلها على علاها ولا معرفة شاني كتقولوا لها غادي نبدل كل شي حيات صراحة ما قدبشي عليكم الجو وخازع ما قطيحش تهد ليامات ومع ذلك الحرارة ما كانش ديك البرد الحمد لله عندي الدار سخونة في حالي لا ما كانش المشتاف حالي ما كانش البرد على بره وخاكي كل البرد على بره عندي الدار سخيخ هنا الصراحة فغادي نعمل سابانات غادي نحيط ديك بطانيات وديك شي متقل غادي نعمل غادي سابانات خفافين هنا كيف ما شفتو عملت الزرق ملاكي يعني قلبتوش قلبت الدنيا وما فيها بالنسبة لهات سابانة اللي غاي سقسيني كنت شريتها من كاستياخو حيات بزاف الأخاوات كي سقسيني على الأفريشة ديال السرير من دائما وكان حاول أنني نشرح لكم البلاسة اللي نشرح والأتمينة وبالنسبة لهات سابانة كنت خديتها بشي ميوسبعين درهم هيداك مزيونة ولكن قسيصرا مشي كبيرة في حال هادوك اللي شريت من المليلية هادوك اللي كنفرش كاملين كناخدها من المليلية ولكن بالنسبة لهاتي هات الزرقة هذه صراحة وخطة بديلة مزيون ونرطبة وخفيفة وباردة ولكن الدفولي فيها يعني العبارة ديالها مشي كبير بزاف مع العلم أن دفولة كاليتي ميوما نغيقوت لكم وصافي وكيما قلت لكم شيتا من كاستياخو في القيصرية ديال المسيرة باش نشرح لكم بضبط وهنا كيف ما كتشوفو ساليس بيت العاس جمعتو مسحت لو الغبرات ديالو ما شاركتش معاكم ديطاي حيث هاد الأيام كل شي كيمسحكو شي كيمتضف رها ولات عمنا عقدة متنظيف مسحت الغبرات ديالس واحد شتيت باش طب تسزر بياتها ودابا إن شاء الله غادي نخرج نكمل الفطر مع الزوج ديالي حيث هو لي مسكي اليومانات كيوجد لنا الفطر الأم ديالي مسكينا ما نعسدش هاد الليلة مع أدم ولدي في بسعدت شويش بالليل كينودي يغوط انتم معارفين أدم كي نعس معا ماما ما كتبغيش يتخليه ليا أصلا مول فعلي مش يانا نخليه ليا ولكن هي ما كتبغيش تخليه ليا ينعس معايا مهم هذا هو الشكل نهائي ديال الغرفة النوم ديكور عادي جدا كيف ما كتشوفو وصافي اللي هن عملت ديك المخيد ديال شانيل وفي وسط عملت ديك المخيد دا ديال فوق مدوكور وغادي نشدو استراجهم قم ما نخرجهم من البيت نعاس مشي غا نشدو غا نهبطهم شويش على حسب الغبرة والعجاج راكم عارفين وخا صراحة وخا نشدهم مرة الغبرة كتوصل الزوج ديالي في الفطور الفطور عادي جدا مسكين تحلينا العاصر اصلا ما كنخليش يقلس صراحة ما كنخليش يقلس نهائيا ما كنبغيش نخليه يتربى في ديك العقاز وديك المعلة ممكنش موسيحي نخليه يقلس رجلي على رجله يدي على يده صافي يعني الواحد قلس في الدار نتعاونه ما كنش ديك لا نسينا نوضع من الشغول ونا نقلس واصلا من الصراحة مش من ديك الرجال اللي كعجبهم يقلسوا ولا كيبقى ويأمروا على المرأة لا بالعكس اي حاجة بغاها كمشي يجيبا راسو اي حاجة تشهها يطيبها راسو ولكن تعاونوا جميع يعني مش من ديك النوع اللي كيبقى يأمر على المرأة باش يقول لا عمل لي هادي وجد لي هادي حط لي هادي بالعكس فطور عادي وصافي مويمان غادي نشاركو معاكم ان شاء الله غي كنحاول انني نشارك معاكم طاقة الإيجابية نحاول نبدلو ديك الملل ونحاول اننا تحدو هاد الطاقة السلبية اللي احنا فيها حاليا ناكيف ما كتشوفو كان عمرو الطوي بلال فطور عادي بسيط جدا ديك شي اللي كان في الدار هو اللي كان صخله من الفريق وكان جبدو وكان صخله ما كي شي شي حاجة اللي صراحة جديدة يعني غي فطور عادي وصافي مؤخرا رجعنا كان طيبو كوشي في الدار كان عجنو في الدار راكم عارفين واحد ما كيخرج من الدار صراحة حال هذي ما خرجت وحترج لي ما نخليه شي خرج من غير حشا كميل هبط الزبل أعزكم والله البركي وصافي هاتشيليك خلينا نخرج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا 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 واحد القضية غادي نجاوب عليها بالنسبة الاخوات اللي كتقسيوني على الشبكة ديال القشوع اللي كان حط فيها القشوع وش مزيانة وش حشريتها من شريتها اولا هالي ديال اينوكس ما كتتضمتش حاجة ماركة مزيانة الثامن ديالها انا كنت خديتها ب300 وش حاجة من بريكولاج ولكن خديتها من شاء الله خرجوا يعني كانوا بقي ان شاء الله بعنو دا براهم موجودين في السوق باتمنة اللي هي مناسبة كي يبدأ الثامن ديالهم ابتداء مئتين وعشرين درهم وانتو ما طالعين يعني انتو مقصدكم بدوروا في السوق ونشوفوه شكل اللي كي حسب الثامن مناسب فيهم الصغر وفيهم الكبار وموجودين في اي محل ديال اواني كي بيعوهم راهم في الممشي سوق تجبروهم ما غديش تلقاوا معاهم المشكل صار حلقة ديالها مزيونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هاد الايامات اللي احنا قلسين في الدار نحاولوا انا ما نضيعوش الوقت غي هيداك ونخرج بشي حاجة لي نستفدوا منها نقرؤ القرآن نتعلموا الخياطة يعني كل واحد شنو كيعمل نتعلموا الطابق ويمشي حاجة اي حاجة فبنسبة لي انا كنحاول انا لي نكمل الكتاب ديالي القراءة دياله الكتاب راني سبق لي شاركته معاكم عدة مرات في نفس الوقت كنحاول نقرؤ القرآن اي حاجة من ثم كذلك ما تضيعوش الوقت غي هيداك هاد الكتاب الناس يصقصوني عليه تمان ديالو كامشي اربعين درهام من بين احسن الكتب اللي قريت في حياتي كاملة وهو لا تحزن دائما كنصحكم به وفي نفس الوقت كيجيوني بزرد الاسئلة عليه وما نساوش القرآن الكريم خصنا نحاولو اننا في هذا الوقت اللي احنا قلسين في الدار وعندنا الوقت اننا نحفظه القرآن الكريم نحفظه علش الله لي ما نختموش كامل في اقرب وقت ونعود ونقرأوه ونختموه ونعود ونقرأوه ونختموه لانه هو الحاجة الوحيدة اللي غادي تنفعناه فانا حاليا وصلت لصورة مريا يعني مش بزر باش بديت القرآن والحمد لله ولله الحمد احنا ماشي بإذن الله يا ربي كل نهار كان حاول ننبروفيتي شويش كل نهار كل نهار كل نهار حتى نختموه ان شاء الله يا ربي والله يدخل علينا رمضان بصحة وعافية ان شاء الله والله يرفع علينا هاد المرض يا رب العالمين واخيرا الغذيوة ديال هاد نهار وجد صراحة مشي انا اللي طيبته انا صلقت صغير بطاطا وعملت علي هادك بصيلة وصافي الام ديالي هي اللي طيبات هنا يا بربا مقطعة شلادة بربا وشلادة ديال بطاطا مسلوقة شويش ديالعديسة كانت عندي في النيبرة سخنتها كيف ما كتشوفوا رجلي طحل عاصر ديال فريسة مع البانان والتفاح ولكشي وهنا يا عندنا بيبي دجاج مع الفلفلة حمراء وفلفلة خضراء وبريري ديالاتاي مويمة تشيل كاين هاد شي اللي اعطال الله في هاد النهار بما اناني في الحاجة الصحية المنزلي وما بقيتش كامشي الكلوب ولا صالات كاملة مشدودة فقررت اناني جوج حتى لثالثة المرات في السيما نقى نعمل الرياضة من ساعة حتى جو الساعات في البيت ماشي غير حتى انا ما كنخرش يعني صافي غسلين بقناة كل ونعسنا كل ونعسنا كل ونعسنا كل ونعس لا خدوا واحد سوية من المقانة في الوقت ديالكم في النهار لبسوا رتشاندة مشيو عملوا الرياضة شعلوا التليفون شعلوا البيسي عملوا الزومباء الزومباء اللي بنات وعراف يعني كتطيح كتنقص الوزن الى تبعتوها في نبس الوقت مشي ضروري ان نطيحوا الوزن المهم اننا نربيه السوفل اللي كنضيعه الماكلة ونعس الدار الماكلة ونعس الدار السوفل ما غديش يبقى عندنا فليهذا نحاوله اننا نربيه السوفل واننا نربيه ديك المناعة القوية يعني مشي ضروري اننا نصل خرجوا في بيوت ديانة نقدروا نعملوا بزاف للحاجة للبنات ومن بيجاما غدي نتقلوا الى سبارت وهانا واجده غدي نمشي غدي نشعل الزومبا لمدة ساعة حتى الجو ساعة متريد انا والزوج ديالي نربيه شويش ديال السوفل وهانا معكم والدابة غدي نبدأوا الحيصة ديالنا ديال الساعة ونوص والجو سواء على حسب بغيتكم دابة 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 يلا ما عندكم يقدر نوضو بدأوا الحيصة ديال الرياضة صغلوا الوقت ربيه السوفل تكونوا دائما بطاقة ايجابية ان شاء الله كانت هادية النهاية ديال هاد الفيديو ديال اليوم نتمنى انها تكون نالت اعجابكم كذلك الى عجبتكم القناة والى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش انكم تخليوا لينا للايك تعليقاتكم جميلة وكذلك تبرتجوا القناة ديالنا مع الاحباب والاصحاب ورسالة اخيرة بغيت نوجه الكامل الناس غيتشوفوا هاد الفيديو اللي خليكم بقوا في ديوركم احتراما لهاد الناس هادو اللي كتشوفوا في هات الصورة اللي كيقوموا بالعمل ديالهم علاق بالنحنا يا شكر كبير للامن الوطني دارك المالكي الممرض للأطيب عملي النظافة اي واحد اي واحد مضيط نستشي واحد ولكن كان شكركم كان شكركم كان شكركم اعمق قلبي انكم سامحين في ولداتكم وفي عائلتكم ومعرضين نفسكم الخاطر علاق بالنحنا كلمة شكر كانت بقى قليلة في حقكم وبسلام عليكم